اشتركوا في القناة ويؤكد المجلس بأن أمن الوطن والمواطنين وسلامتهم أولوية قصوى ولن نسمح بالمساسبهم وبحقوقهم ومصالحهم مشيدا المجلس بجهود وزارة الداخلية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن كافة المواطنين الموقفين في دولة قطر ومثمنا المجلس لقاء ممثلي مجلسي الشورى والنواب مع سعادة وزير الخارجية للإطلاع على نتائج القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة كما يعلن المجلس ترحيبه بدعوة وزارة الخارجية البحرينية لبدء المباحثات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة قطر حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين تفعيلا لما نص عليه بيان العلا وهو ذات الأمر والمطلب الذي دعا له مجلس النواب بعقد جلسات ثنائية مباشرة لبحث كافة المسائل والقضايا تحقيقا لما فيه الخير لمواطنين البلدين الشقيقين وتعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك ترجمة نانسي قنقر